اشتركوا في القناة المواطنين في توفير ادنى اسباب العيش الكريم خصوصا ان باقي المواد الاساسي الاخرى وعلى رأسها الخضر تعرف اسعارها تجاه انتا صعوديا خلال هذه الفترة المتسمة بالبرد في هذا الاطار كشف احد باعة الدجاج بسوق باب مراكش بان ثمن الكيلو الواحد من الدجاج الرومي انتقل من 15 الى 20 درهم مشيرا ذلك الى ان ثمن الكيلو الواحد من الدجاج الكروازي قفز هو الاخر من عصر دراهم الى 15 درهم واوضح المتحدث بان اصحاب ضيئات انتاج دجاج اللحم يبررون رفعهم لثمن بعيس اهم بالجملة بارتفاع علف الدجاج الى 12 درهم للكيلو الواحد وصعوث من الكاتكوت الى درهمين ويتزامد ارتفاع اسعار الدجاج في الاسواق المغربية مع غلاء اسعار اللحوم الحمراء التي شهدتها الاخرى قفزة صاروخية في مختلف محلات الجزارة بالمغرب خلال الفترة الاخيرة كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة